شهد الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية حفلة تخريج دورة الصاعق الثانية وثلاثين وكان في استقبال معالي الوزير لدى وصوله سمو محافظ المحافظة الجنوبية ومعالي نائب وزير الداخلية وسعادة رئيس الأمن العام ومعالي وكيل وزارة الداخلية وفي مستهل الاحتفال أعرب معالي الوزير عن خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء على الدعم والمساندة التي تلقاها وزارة الداخلية بما يزيد من كفاءة الأداء الشرطي مشتددا معالي على أهمية العمل على مواصلة مسيرة التحديث والتطوير لمواجهة كافة التحديات الأمنية والتعامل مع مختلف المستجدات بجاهزية عالية وانطباطية ودقة في الأداء وقد ألقى قائد قوة الأمن الخاصة كلمة أشاد فيها بالتوجهات والدعم المستمر الذي تلقاه القوة من معالي وزير الداخلية بما يزيد من كفاءتها منوها إلى أن العملية التدريبية مستمرة ومتجددة وتعتمد على الإعداد والرغبة الأكيدة في الإنجاز وصولا إلى أعلى مستوى من الجاهزية والتدريب الاحترافي بعد ذلك قدم خرجو الدورة عددا من المهارات العملية التي أظهرت كفاءتهم العالية مجسدين مستوى التدريب الذي تلقوه وما وصلوا إليه من جاهزية عالية لأداء الواجبات وقد هنأ معالي الوزير الخريجين على اجتياز هذه الدورة ثم قام معالي بتكريم الأوائل منهم مشيدا بالنتائج الطيبة التي حققها الخريجون بما ينعكس على أدائهم في تعزيز الأمن متمنيا لهم التوفيق والسداد لخدمة الوطن ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة